بيان يضع الأمم المتحدة أمام تحدي الاستمرار في التغطية على الانتهاكات التي تطال الإنسان في محافظة الحديدة منذ عام على بدء سرايان اتفاق ستوكهولم البيان أصدرت بشكل مشترك 14 منظمة دولية بينها العمل ضد الجوع كير الدولية في اليمن والمجلس الدينماركي للاجئين ومنظمة هنديكاب الدولية والإغاثة الإسلامية وهيئة الإغاثة الدولية أفاد البيان بأن أكثر من 11 حادثة عنف مسلح أضرت المدنيين منذ اتفاق ستوكهولم وتسببت في سقوط 800 مدني بين قتيل وجريح منذ توقع الاتفاق بين الحكومة وجماعة الحوث الإنقلابية قبل عام لتصل هذه المنظمات في بيانها إلى استنتاج مفاده لأن محافظة الحديدة تظل أكثر المحافظات خطرا بالنسبة للمدنيين في اليمن وفي تبيان لهذا الاستنتاج أوضح بيان المنظمات الدولية الأربعة عشر أن محافظة الحديدة شهدت سقوط ما يصل إلى ربع إجمال الضحايا المدنيين الذين قتلوا خلال العام 2019 من بين ألف وثمانية مدنيين قتلوا على مستوى البلاد في هذا العام وذلك على الرغم من أن وقف إطلاق النار في المحافظة وميناءها يعتبر بندا جوهريا وأساسيا اتفاق ستوكهولم وميدانيا أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات عنيفة خلال الساعة الماضية بين عناصر الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة حيث هزت الانفجارات العنيفة محيط مدينة السابع من يوليو وشمال شارع الخمسين شمال المدينة اشتباكات كهذه لم تتوقف في الوقت الذي يستمر فيه المبعوث الأومي إلى اليمن مارتين غريفث في تأكيد الأثر الإيجابي للتهديئة على حياة اليمنين في الحديدة وهي ادعاءات لا تتفق مع النتائج التي أقرت بها المنظمات الدولية ذات النشاط الإنساني في بيانها المشترك يأتي ذلك فيما أفادت الأنباء بشن ميليشيا الحوثي حملة تفتيش للمركبات والدرجات النارية في عدد من الشوارع بمدينة الحديدة بالتزامن مع استنفار للعديد من أفرادها في مناطق التماس المختلفة في إشارة على استمرار التصعيد وفق ماير المراقب اشتركوا في القناة